بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أهلاً وسهلاً بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتداء لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالاً لحفظ صورة النبأ وذلك من الآية السابعة عشر وحتى الآية العشرين بحول الله تعالى ولكن قبل أن نبدأ سوياً في هذه الآيات دعونا نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله كذلك من الآداب الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وكذلك بالبسملة عند بدء الصورة كذلك من الآداب الترتيل وحسن القراءة كذلك من الآداب التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه عند تلاوته للقرآن والآن إخواني وأخواتي وكما تعودنا وقبل أن نبدأ في حفظنا الجديد أن نراجع وإياكم ما سبق حفظه في هذه الصورة وذلك من الآية الأولى وحتى الآية السادسة عشر بحول الله تعالى إذن دعونا نبدأ مستعينين بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استذكرنا وإياكم المحفوظ السابق في سورة النبأ الآن دعونا نستكمل حفظ هذه الصورة من الآية السابعة عشر وحتى الآية العشرين بحول الله تعالى إذن دعونا نبدأ إخواني وأخواتي مستعينين بالله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا وإياكم هذه الآيات المباركات كررناها ورددناها الآن وقبل أن ننتقل إلى القارئ دعونا نعرج على أبرز الأحكام التجويدية في قوله عز وجل ينفخ نون ساكنة وأتى بعدها حرف الفا والفا من حروف أحسنتم الإخفاء من حروف الإخفاء أيضا من أبرز الأحكام في قوله سبحانه وتعالى السماء نلاحظ هنا مد لكن ما هو نوع المد؟ هل هو متصل أو منفصل؟ أحسنتم مد متصل لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة والمد المتصل حكمه وجوب المد بمقدار أربع إلى خمس حركات إذن هذه أبرز الأحكام التجويدية المتعلقة بالآيات ودعونا الآن إخواني وأخواتي ننتقل إلى القارئ ونستمع إليه إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ دعونا الآن نعود إلى الآيات وننتقل سويا إلى معاني الكلمات قال عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا أي إن يوم الفصل بين الخلق كان وقتا وميعادا محددا للأولين والآخرين يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي يوم ينفخ الملك في القرن إيذانا بالبعث فتأتون أمما كل أمة مع إمامهم وفتحت السماء فكانت أبوابا أي وفتحت السماء فكانت ذات أبواب كثيرة لنجول الملائكة وسيرت الجبال فكانت سرابا أي ونسفت الجبال بعد ثبوتها فكانت كالسراب إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله نستكمل حفظ هذه الصورة في دروس قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته